موسيقى 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 حقا لوسن ملكي ما كنتش متوقعين نهائيا كان حلم في المستقبل من ينكبر شوية ودكش ولكن وحساس إلى الآن تنقول وشانا كان حلم ولا داع بالصح ولا كان حلم فااااا الحمد لله هذا كان مكافأة كبيرة من الله سبحانه وتعالى الى الاعمال اللي قدمت وعلى ونقل قوقفت مع عسيدنا وشجعني وشجعني وقالي كلمات شجعية وفرحت انه كيعرفني وكيعرف المسيرة ديالي والسيرة ديالي وكل شي كيعرف كل شي فكانت طبعا هذي من اكبر المكافأات اللي معند الله سبحانه وتعالى حصلت لي في حياتي عموما موسيقى ولا لا كانت مخلوعة شوية والرهبة ديال سيدنا طبعا كتكوني وقفة مع ولكن سبحان الله وخفتها درت معا طبعا سويني الاحوال اللي كيعرف انني في مصر وكيعرف كل شي كيعرف كل شي قريت بارك الله عليك اللي اعقلت قريت بارك الله عليك وانا فرحان بيك بالاعمال فرحان يعني ما اخلتش ولكن كانت كلمات شجيعية الحمد لله اللي كل منatan بالد متوقع موسيقى الآغانية المغربية من سبعينات وهي عندها تاريخ نعرف بقینات المصرين أيضا اغاني ضربه مغربية كانت موكالي، ناعمة سامح جريت و جريت هذيك من الأغاني، العلامات اللي كينا في الموسيقى عموما لا، أغاري جات في واحد الفترة كان هناك ركود بسبب تسويق ما كانش عندنا قناوات بساف وما كانش في سوشال ميديا وما بغيتي تدر إعلانات وذاك شي كان خاصتك في التلفزيون كانت مكلفة بساف، فذاك شي علاج، أنا كنت في ذلك الفترة، اللي هي ما كانش كان ركود ومن بعد، جات السوشال ميديا، السوشال ميديا هي اللي بيينت هالطاقات وهذه المواهب الواعدة اللي كينا في المغرب، وهذه الطاقات الكبيرة سواء في الكلام أو في اللحن وانتشرت يعني، السوشال ميديا سهلت علينا بزاف، مبقاش الموضوع مكلف بحلول ممكن أي واحد، أي واحد جاتوا فكرة كي ينزل الأغنية دياله وحضه يعني وبزاف ديالنس طلعوا بهالطريقة بإمكانيات بسيطة موسيقى طبعا سعد المجرد من الناس اللي هي مبضعة في الأغنية المغربية ورائع صوته مغريبي مغريبي وأغانيها أيضا اختياراته مميزة موسيقى 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 ممكن ساميرا سعيد لاني كان عرفها وعلاقتي بيها قريبة ما اسماء نبغني مع اسماء منه فرجان بغني مع ساعد المجرد ونبغني طبعا مع حاتيم حاتيم إدار وحاتيم عمور وجوجهم تعجبوني وزاكريا الغفولي توا عنده أفكار زوينة كي يعجبني الأفكار ديالون مجتهد بزاف وبزاف ديال المغنيين كان عندنا بزاف بان وكان عرف أنا مغنيين وأغاني ولكن ما كان عرفش سمياتهم كي ضيقني طبعا مني كان سمع شي حاد ولكن طبعا معا ما بقاش كيهمني بزاف لأنه الناس المغاربة ولو عندي بزاف بتواصل مباشر يعني ولو عندنا صفحات السوشال ميديا كان هضرو معا مباشر وكيشوفوني كيفاش نهضرو وكيشوفوا أنه ما كيلا تخسر لوالو أنا بالعكس دائما أي حاجة فورسة كتجيني في المغرب ما كانت نتأخرش دائما كنكون من أوائل الناس تولأ أغاني الوطنية اللي تطلبت فيها المغرب المشرق أو باما أفريكا مثلا كانت بريعاية سيدنا القات نجاح كبير بزاف سوق تلالة مثلا كان مسلسل كانت أغنية رائعة أردوان الديري ورشيد محمد علي أصدقائي وهما اللي عرضوا علي الأغنية أغنيتها فورا دائما لنا نهائيا غير منقصرة أغيرو الناس هضروسة فيها عادي طبعا يعني التعامل الشباب مع الوالدين ديالهم دائما كل مرحلة وخاصك كيفاش تتعامل معهم أيضا الوالدين تكون عندهم دور كبير في التربية خاصك تعرف كيفاش تعامل مع ولادك يعني في المرحلة دي المراهقة غير مرحلة دي الطفولة غير مرحلة دي الشباب يعني هي كتكون مراحل مختلفة وخاصة لأباءك عليهم المسئولية الأكبر أنهم كيفاش يتعاملوا مع ولادهم كيفاش يربيهم تربية سليمة وما يحسونش بالنقص دائما دام خاصك تكون قريب من ولادك ودائما تحسسهم بالحنان مهما كنت قاسي عليهم على قبل مصلاحتهم خاصك تاخدهم في حوض أنك تحسسهم بالحب طبعا تربية سليمة تخرج أطفال سليمين ومرضيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر